رئيس السيسي يتبادل التهاني مع عدد من الزعماء العرب بمناسبة حلول عيد الفطر الصين تعلن للمرة الأولى عدم تسجيل أي إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا البرازيل تقفز إلى المركز الثاني عالمياً في عدد الإصابات بكورونا بعد أمريكا السادسة صباحاً الرابع بتوقيت جرينيتش موجز لأهم وآخر الأخبار يأتي حضراتكم من القاهرة أهلاً بكم مشاهدينا وفي البداية نذكركم بضرورة الأخذ بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا حماية للأهل وللأحبة ولوطننا الغالي مصر تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي التهاني مع عدد من الزعماء العرب بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي إن الرئيس السيسي تبادل التهاني خلال اتصالات هاتفية مع العاهل السعودي وولي عهد أبو ظبي والرئيس العراقي وملك الأردن والرئيس التونسي والرئيس الجزائري وأمير الكويت والرئيس الفلسطيني ورئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني وملك البحرين متمنياً لبلادهم كل التوفيق والازدهار وتحقيق الأمن والاستقرار وأعرب الزعماء العرب عن امتنانهم للرئيس السيسي متمنيناً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار أعلنت وزارة الداخلية رصد إصدار قيادات تنظيم الإخوان الحاربة بالخارج تكليفاً لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم بالبلاد لتنفيذ مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره وأوضحت الوزارة أن المخطط يتمثل في إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة مقابل مبالغ مالية ضخمة وتتضمن لسقاط على الأوضاع الداخلية بالبلاد والترويج للشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة لبثها بقناة الجزيرة تنفيذاً لتوجيهات التنظيم الإرهابي أكدت الأمم المتحدة أن فيروس كورونا المستجد ينتشر في أنحاء اليمن ما يعكس انهيار نظام الرعاية الصحية هناك بشكل فعلي وأشارت الأمم المتحدة في بيانها إلى أنها تسعى حالياً لجمع تمويل عاجل للقطع الصحي في اليمن وأضاف البيان أن هناك نقصاً شديداً في معدات الوقاية الشخصية والمستلزمات الطبية اللازمة للعلاج أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عدم تسجيل أي إصابة أو حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وذلك للمرة الأولى منذ انتشار الفيروس بالبلاد وكان رئيس الحكومة الصينية قد أكد في وقت سابق أن بلاده حققت إنجازات استراتيجية وصفها بالكبيرة في ردها على تفشي الفيروس مشيراً خلال افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني إلى أهمية مواجهة العواقب الاقتصادية لكورونا سجلت البرازيل نحو ألف وفاة جديدة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى أكثر من 21 ألف حالة يتي هذا بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 330 ألفاً وثمانمائة وتسعين حالة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بدلاً من روسيا في معدل الإصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل عدد قياسي من حالات الوفاة اليومية بفيروس كورونا بلغ أكثر من 479 حالة فضلاً عن تسجيل نحو 3000 إصابة وارتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى أكثر من 62 ألف حالة بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7000 حالة قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن معدل تفشي فيروس كورونا بدأ بالتراجع ما يمهد الطريقة أمام تخفيف القيود وخلال لقاء عبر الفيديو كونفرنس مع كبار قيادات حكومته أشار بوتين إلى انخفاض عدد الإصابات الجديدة في موسكو ومناطق أخرى وشدد في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على قدرة المستشفيات حال ظهور موجة جديدة من العدوى هذا وتحتل روسيا حالياً المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في عدد الإصابات بكورونا مشاهدينا كان هذا كل ما لدينا من أخبار للمزيد تابعونا دوماً على أكسرا نيوز داتيلي شكراً لكم